موسيقى مصاكم الله بالخير مشاهدين وحياكم الله وينما كنتوا خلال هذه الساعتين راح تتابع معنا موضوعات مختلفة وكمان راح ناخذكم في جولة سريعة على آخر الأخبار المتداولة يسعد مساكي هدى يا أهلا وسهلا فيك يا رؤا ويأهلا وسهلا في المشاهدين وإن شاء الله تكون مواضيع اليوم تنال على إعجابهم وكل يوم عندنا مواضيع صراحة حلوة وتحمس أكيد طبعا عندما نحاول نركز على موضوعات تكون مثلا هي مواكبة أو مثلا تخص المجتمع والأسرة كثير من الأمور وكمان نحب دائما نصلة الضوء على بعض الشخصيات اللي كان مثلا لها نقلة نوعية في حياتها أو مارس الأشياء كثيرة قبل لا نبدأ نروح للسؤال اللي دائما إيش يقول تفكروا السؤال اللي كتب وصلك يا يهودات شوف أنه فيه فرق ما بين الترفع والتكبر أكيد فيه فرق بين الترفع والتكبر يعني أنا أحس الترفع أنه إحنا نترفع عن الأمور اللي ما تليق فينا ما تناسبنا ما تكون مناسبة لحياتنا أو عن بعض الأشخاص كمان اللي ممكن يسيئول لنا فنترفع عنه إحنا نرد عليهم أو نترفع عن الأماكن اللي كمان ما تليق فينا ولا يعني تتسع لنا ولكن التكبر أو أنك يكون فيك كبر على العالم هذا الشيء طبعا المكروه المكروه ولكن بعض الأحيان اللي أنا اكتشفتها مؤخرا أنه مو تكوني متكبرة تعطين الناس انطباع أنه أنت غير يعني سهل التعامل معك شفتي الناس اللي دائماً شايفين نفسهم أو الناس اللي تعاملون بطريقة أنه صعب الناس كلمهم أو يحسبون لهم حساب هذون مش متكبرين ولكنهم يضعون حواجز ويحمون أنفسهم أنه في بعض الناس يتجاوزون فهنا يعني يقللون عدم التجاوز لحياتهم يكون هذا السلاح له لكن التكبر بمعنى أني أنا يكون متكبرة لا هذا يعني أكيد ما أحد يحبه تتوقع ليش الناس أحياناً ممكن تحكم على شخص أنه هو شخص متكبر من أول لقاء أو من أول نظرة يعني بالعادة يقول لك الوجه يعطي بعض الانطباعات يقولوا آه هدى متكبرة على سبيل المثال ليش دائماً يكون عندهم هذا الحكم الاستباقي زي ما يقولوا شوفي يكونوا نسامعين عنك من ناس ثانين وهذا اللي أنا يعني كنا نتكلم عنه يمكن في حلقة من الحلقات أنه يسمعون الناس عنك شيء قالوا عنها كذا أو يكون شكلك يعني ملامحك حادة وجالسة هادية وساكتة يمكن أنت ما تحبين تتكلمين كثير فالناس يأخذون هذا الانطباع ولكن ما يكون حقيقي لكن المتكبر المتعجرف ترى يبين على حتى كيف يتحرك كيف يقد كيف يعمل الناس حوله كيف يتكلم مع الناس اللي موجودين حتى لو كانوا الناس مثلاً يشغلون معاه أو مثلاً تخيل لي قاعد في مطعم تخيل لي حتى الجلسة تبين أنا أحس يعني غير اللي هو هادي ويحكمون عليه الناس بالتكبر صحيح أنا شوفي طبعاً الترفع معروف يعني الواحد أنه ما يتعاطم مع بعض الأمور اللي هي ممكن تستفزه موضوع التكبر يعني والعياذ بالله بس أنا دائماً أقول صيط غنى ولا صيط فقر ياهوداً يعني أن الناس يكون عندهم انطباعاً أنه أنا شخص مثلاً فيه فيه تكبر بصراحة ما يزعجني صح أحياناً أستنكر لأنه أنا شخص مرة لطيف أعتبر نفسي شخص لطيف أنت هادية وساكتني كما تكلمين كثير طريقة جلستك وهدوءك يعتقدون الناس أنه لا أشايف نفسها بس أنت يعني لأنه أنت هذه شخصيتك فالناس لا يفهمون بصراحة أنه أو الناس مثلاً ما يقدرون يفرقون بين الترفع والتكبر وترى الترفع بعض الأحيان يعطي انطباع للناس عن الضعف يعني بعض الأحيان أنه تترفعين عن بعض الأشخاص ما تقدر ترد مو ما تقدر أنت تقول خلاص يعني ما رح أرد يعني ما رح حط نفسي في هذا المكان فالناس يحسبونك خايفة ودائما في فرق بين الترفع وبين يعني أنه أنا ما عندي شخصية أو ضايفة شخصية أعتقد معاك عموماً يعني دائماً الإنسان يحاول أنه يترك انطباع جيد ودائماً أقول ليكون في حكم استباقي على الأشخاص والأفراد إلا لما يحتك ويجرب أو يخوض التجربة اللي كنا نحكي عنها قبل كم من يوم فبالتالي يبدأ الحكم عليها مواضيعنا كثير نخلينا مع بعض مشاهدينا نطلع ونشوف إيش عندنا من موضوعات اليوم رح نتعرف على مهل عنيزي أول مدربة سعودية في أوزباكستان مشكلة سرقة البيانات عن طريق أسلاك الشواحن في الأماكن العامة وقصة نجاح من الهندسة إلى أشهر المطاعم العالمية ما هي أسبرغر وما سبب تسميتها بمتلازمات العباقرة؟ في بداية أخبارنا استمراراً للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالشعب الفلسطيني أعلنت المملكة عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها هذا هو دور السعودية دائماً وأبداً في دعم جميع الدول الشقيقة بإخلال الأزمات أو الكوارث أو بعض الضروف اللي يمروا فيها مركز الملك سلمان للإغاثة تحديداً نسمع كمية الاستيلان الغذائية أو الدوائية الأشياء اللي قاعدين يقدموها من خدمات حتى يعيش الإنسان وفق الاحتياجات الأساسية على الأقل فهذه هي جهود المملكة العربية السعودية دائماً وأبداً دائماً بتكون متواجدة وحاضرة بكل ما أعطيت من ظروف وطرق أو حتى سبل أكيد وقلوبنا أكيد مع أهالينا في غزة الله يهون عليهم إن شاء الله وممكن يكون هذا جزء بسيط جداً اللي تقدم المملكة لهم علشان يقدرون زي ما قلت يتجاوزون الدول المنكوبة دائماً يمكن إحنا ما نحس ولا نقدر نروح نتعايش مع الأجواء هناك ولكن نساعد قد ما نقدر وبما أن الأجواء بدأت تزين معناها قرب موسم الرياض ومن فينا ومتحمس للفعاليات والحفلات وكل المفاجآت اللي ننتظرها بكل سنة وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن الأغنية الجديدة لموسم الرياض طبعاً بغناء الفنان راشد الماجد هنا تخيلنا أكثر وأكتر وكبرة أعمالنا والحلم يكبر في موسم فوق الخيال في موسم فوق الخيال خيال مبهرة كل المواسم أنت يا أحلى العواصم مبهرة كل المواسم انت يا أحلى العواصم فرحة وبهجة وحياة لو نسمعنا لا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 يعني قريب من البوليفارد. والله أنا كنت ساكنة هناك وشرت رحت شوية بعد. هو الحسن لك يعني عشان لما يبدأ الموسم يصير الروحة والجاية والدواب. بس أنه أنت كل يوم تدري تروحين مثلا بوليفارد الرياضة تعيشين الأجواء في المطاعم وفي الأشياء اللي تصير هنا. أكيد طبعا كثير متحمسين لموسم الرياض وبكل ما تحمله من مفاجآت. لكن خليك ما نروح لموضوع ثاني وهذه من المواضيع اللي دائما نحاول ونحن نصلت الضوء عليها. نتكلم هنا عن مؤسسة طلالة الخيرية وهيئة حقوق الإنسان وقعت مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك ما بين الجانبين في مجال حفظ الحقوق النظامية للسيدات والأطفال. طبعا في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين. تفاصيل أكثر نقلها لنا زميلنا خالد العطوي في التقرير التالي. توقيع التفاقية التعاون ما بين طلالة الخيرية وهيئة حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية هي حقيقة جزء لا يتجزأ بالعمل المشترك في حقوق الإنسان. عمل الهيئة عمل مميز داخليا وخارجيا وأعتقد هذا التعاون مع القطاع الغير ربحي من المبادرات الوطنية المهمة والتي تواكب رؤية السعودية عشرين ثلاثين. طبعا المبادرات حقيقة منها خاصة بالمرأة وطفل إن كانت الأمومة وطفولة بالشكل العام. إن كانت الموضوع الحقوق والتوعية. مناهضة عنفة المرأة، التفرق الأسري الذي يحصل فيه بعض المجتمعات. الحقيقة هذه المبادرات كلها نوعية ومهمة إن كانت الطالة الخيرية أو نهيئة. فلحقيقة المبادرات ليست هي ثلاثة فقط ولكن نبدأها بالثلاثة ومنها إن شاء المبادرات. ما السعداء صراحة بهذه الاتفاقية اليوم اللي تسعى فعلا بتعزيز دور الإنسان في المجتمع السعودي واليوم أنا شدني صراحة في الطلال الخيرية اللي هو الاستثمار في الإنسان وإحنا اليوم في هيئة حقوق الإنسان نسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن منطلق استراتيجي لدينا أيضا في دعم المجتمع المدني وبالتالي إحنا اليوم نركز بهذه الشراكة ونطمح لها لتحقيق الأهداف اللي إن شاء الله نسعى لها جميعا بإذن الله وخلينا ناخدكم ما على خبر ثاني أعجبني وهو إعلان المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة واللي تمكن الطلاب من اكتساب مهارات جديدة من خلال تقديم 350 برنامج جامعي قصير يتوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل رح نعرف أكثر عن هذه المبادرة والبرامج الجامعية القصيرة نضم لنا دكتورة دعاء ميرا قبيرة في رأس المال البشري وإدارة المواهب يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك حياك الله حيا وسهلا نورتينا أنه ربيك الله يسعدك يا رب طبعا هذا البرنامج بيخدم كثير من الطلاب وبيخدم كمان قطاع العمل في السعودية فكيف تشوفين كمقتص في الموارد البشرية أثر هذه المبادرة طبعا أول شيء نحن نتكلم عن أحد المبادرات التي تنتمي لرؤية عشرين ثلاثين اليوم قبل ما أبدأ أتكلم عن أثرها خلينا نتكلم عن الرؤية وعن رؤية الوطن تجاه هذا المواطن عجبني كلمة سمو ولي العهد في خطاب الأخير في مجلس الشورى عندما قال المواطن نصب عيوننا فهو أحدى عمادها وبناءها لرؤية عشرين ثلاثين فهذا يعني أنه التركيز بشكل كبير على المواطن والكفاءات ورأس المال البشري لذلك نحن اليوم بنشوف البرامج ونشوف المبادرات اللي تركز بشكل كبير على المواطن السعودي أو على رأس المال البشري طبعا جات هذه المبادرة من ضمن مبادرات تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع المركز الوطني زي ما ذكرتي المركز الوطني للعليم الإلكتروني عشان نحل مسألة مهمة جدا وهي الوظائف اللي ترتكز على مهارات أساسية ومتغيرة فلذلك أنا أعتبر أنه هذا هو حل استراتيجي ومبتكر وفعال للجهات واللي المنشآت بحيث أنه يحلوا المسألة وردم الفجوة ما بين المهارات المطلوبة لهذه الوظائف وما بين سوق العمل فهو يربط ما بين الاحتياج لسوق العمل بشكل رئيسي وما بين مخرجات التعليم بشكل برنامج تعليمي جامعي قصير يعتمد ويركز على المهارات بشكل كبير فأعتقد أنه سيصير له تأثير على كذا وجه في الشركات وفي المنشآت فطبعا أول حاجة مزال البرنامج كثيرة منها أول حاجة قصر البرنامج فكثير من المهارات المطلوبة المفترض أنها تكون موجودة لدى الموظف في هذه الوظيفة فسرعة مرونة هذا البرنامج بحيث يحقق عملية تسريع ردم هذه الفجوة لهذه الوظيفة الأمر الثاني جودة التعليم واعتماده فهو معتمد وله جودة عالية ومقام بشراكة مع 200 جهة حتى يتأكدوا من جودة البرنامج كمان في نفس الوقت القيمة الاقتصادية فالبرنامج طبعا مقارنة بالبرامج الأكاديمية فهو اقتصادي أكثر فهذه جهة من الجهات تركيزه بشكل رئيسي على المهارات بينما الشهادات الأكاديمية فتكون طويلة الأمد وبرامج متعددة ولكن هذه بتتناسب مع أنها تركز فعليا على المهارات المطلوبة طيب هل هذا معنى دكتورة دعاء أنه البرامج الجديدة المستحدثة اللي هي قصيرة الأمد أو البرامج الجامعية القصيرة ممكن أن تحل محل الدراسات الأكاديمية أو أنها مكملة لبعض شوفي أنا أقول دائما لكل مسار أهدافه لكل مسار فعليته ولا أنفي تماما في أي وضع في السوق العمل الشهادات الأكاديمية ولكن نحن نقول أنه كل واحد يؤدي دور معين حسب احتياجات المستفيد أهدافه، مساره المهني فما نقدر أنه نحن نقول هذا يلغي هذا وإنما ممكن يكمل في بعض الحالات مستطب أنا كشخص أقدر أكتفي بوحدة من البرامج القصيرة حسب احتياجي حسب احتياجي والاحتياج السوق حسب احتياج السوق يعني المستفيد الشركة المستفيدة فمثلا خلينا نقول على سبيل المثال إذا اليوم أنا محتاجة اللي هو المهارات معينة لوظيفة معينة فبالتالي مهارات مثلا ما نقول مثلا زي هندسة زي طب زي قانون هذه مثلا من ضمن الوظائف اللي تحتاج تخصص عميق وبرامج يعني مركزة وعميقة بينما مثلا لو قلت أنا مثلا تحليل بيانات يعني وظيفة تحليل بيانات أو تصميم مثلا غرافيك مثلا هذه الوظائف تحتاج مهارات معينة فبالتالي لا هنا يكون البرامج القصيرة الجامية لا وفي ذلك هي الأنسب حسب الاحتياج يعني فما قدر أقول أنه في حاجة يعني يعني تغطي على حاجة طبعا على حسب مثلا المستفيد فالمستفيد مثلا يبغي يغير مساره المهني أو مثلا الشركة يبغي يغير فيه وظيفة معينة في الشركة فيحتاجه أنه هذا الموظف ينقلوا لي مثلا أو عملية تدوير مهني فأنا أحتاج مثلا برنامج قصير يأحيله فهنا لا يكون البرنامج القصير فعالوا أكثر فاعلية من الأكاديمية مثلا مثلا عندي يعني هو يغير مساره المهني أنا شخص اليوم مثلا أشتغل مثلا في الريتيل أو في التجزية ويدي يعني أنقل وظيفتي مثلا كإعلامي أو مساعد في الإعلام فاليوم أنا هذه البرامج ستحل مشكلة لهذا المستفيد فدائما ما أقول حسب الحالة وحسب الاحتياج بينما نحن ما أبدا البرامج الأكاديمية لها قيمة معينة في سوق العمل ولكن جات هذه البرامج حتى تعدعم التعليم المستمر تدعم عملية التغييرات السريعة في سوق العمل والاحتياج والتطلب المتزايد على شغل بعض الوظائف بس يعني مطلوب كفاءة وطنية ممكنة أو مسلحة بعض المهارات المطلوبة صحيح وأشوف أنا يعني من وجهة نظري أو اللي أشوفها الآن أنه كثير من المؤسسات أو الشركات صاروا يستقضبون الصغار في السن اللي عندهم تخصصات حلوة اللي عندهم لغة كويسة فمعادوا بزي أول أنه أنا لازم عشان أتوظف يكون عندي خبرة عشر سنين أو ثمانة سنين أو الأشياء القديمة هذه فكيف تتوقعين كمان تفاعل بعض المؤسسات والأماكن العمل مع هذه البرامج القصيرة طبعا أنا أعتقد أنها تحل أو حتكون خلينا نقول حل استراتيجي بالنسبة للشركات والمؤسسات لأنه اليوم نحن زي ما ذكرنا في تطور مستمر وطبعا بناء على مبادرات ومستهدفات الرؤية سواء كان خفض نسبة البطالة أو رفع نسبة التوطين أو تمكين المرأة أو شيء كثير عندنا مستهدفات وعندنا وظائف كثير قاعدين نستهدفها ونبع نشغيرها بكفاءات وطنية ممكنة فاليوم حيصير توجه هالشركات أنها تركز على المهارة أو تركز على البرامج القصيرة التي تحللها المشاكل في عملية شغل الوظائف بالمهارات المطلوبة هذا أول شيء ثاني شيء طبعا الكفاءة الاقتصادية لهذه البرامج ستحل مشكلة التدريب المهني أو البرامج التدريبية اللي هي طبعا أسعارها أحيانا تكون أو برامج قيمة قيمتها عالية فتكون حل للشركات في عملية تقديم البرامج التدريبية المطلوبة زي ما ذكرت سابقا ستحل مسألة التدوير الوظيفي فأنا لو ودي أشغر وظيفة معينة بمهارات معينة فهذا الحل المثالي للشركات فأنا أقول أنه أنا أعتقد هذه البرامج حتكون حل أو شريك استراتيجي للشركات لأنها حتحل مشاكل كثير حتحل مسألة سرعة التوظيف فاليوم أنا عشان أتوظف أو أو يعني ألاقل الموظفة فأحتاج أشياء كثير لكن هذه جات تحل مشكلة التوظيف كبيرة ممتاز هي كم مدتها تقريبا دكتور دو هي حط طولة حد أدنى حط طولة حد أعلى فالحد الأدنى مقررين بمدة ثلاث ساعات تقريبا إلى 23 ساعة فتعتمد على حسب البرنامج على حسب طبيعة وعلى حسب إختيار الشخص وفيها ميزة حلوة جدا توفرها للأشخاص اللي هي أنك تقدر تدمج كذا كذا برنامج مع بعض فتستكبر القيمة القيمة المهنية لك فإنت لك الحرية تختار المسار المهني تختار البرنامج تضيف برنامج أو تضيف عليه مثل ثلاث برامج فسير الشهادة المهنية أكبر فوفرت حقيقة فرص كبيرة للمستفيد كموظف كمؤسسات وأصحاب عمل أكيد بتخدم الكل سواء الصغار اللي يبغون يتوظفون أو حتى المؤسسات توفر عليهم جهد التدريب صحيح لأنه ترى تشمل الخرجين من التعليم العام من الحد اللي بدرسوا اللي هم هاتفين تخرج أو اللي على رأس العمل الباحثين عن عمل اللي مهتمين بتغيير مسارهم المهني ففتحوا للجميع يعني هذا المجال بحيث يكون يعني كنوا يدعم التعليم المستمر فهذا الجميل فيه صراحة نشكر تواجدك اليوم معنا حقيقة يعني هذه واحدة يمكن من أهم الأمور نتكلم عنها خصوة لما نتكلم على توفير احتياجات السوق من نحت المؤسسات والشركات وأيضا تلبية احتياج طبعا الطلاب والطالبات حتى يتمكنوا أنهم يدخلوا في المجال العملية شكرا جزيلا طبعا في إنجاز سعودي جديد وهالمرة في المجال الرياضي هنتكلم عن إنجاز مختلف عن مهالعنيزي واللي تعتبر أول المدربة السعودية تمثل المنتخبة السعودي للملاكمة والركل في بطولة كأس العالم للكيك بوكسنج في أوزباكستان طبعا بتأكيد هذه تعتبر خطوة تاريخية مهمة جدا قام بها الاتحاد السعودي للملاكمة تفاصيل أكثر حنتعرف عليها مع ضيفتنا عبر الهاتف مهالعنيزي أهلا وسهلا بيك يا مهال في الوداية خلين نقول لك ألف مبروك ولو تكلمين أكثر عن تفاصيل تجربتك كأول مدربة سعودية تمثل المنتخب في هذا المجال أهلا مفهى النور بيقلكم العافية جميعا الحمد لله كانت تجربة جدا سرية وأكسبتني كثير من المهارات وأشكر اتفادنا للموقر منح الفرصة لي للمشاركة والتأهيم وبرضو كمان استفدت الكثير من هذه البطولة وهذه التجربة ممتاز طيب كلمين بالتفصيل عن تجربتك كأول مدربة سعودية تمثل المنتخب في هذا المجال طبعا هذا لي فخر كبير إن شاء الله بإذن الله نكون ونمثل إن شاء الله بإذن الله دولتنا أفضل تمثيل وإن شاء الله يعني تكون بادرة جيدة ونكون كذا منارة ننتر فيها هذا النوع من الرياضات السعية ونحن نلتفت نظر لها نلتفت لها بشكل جدي كيف تشوف الردود الفعلي كيف تشوف الردود الفعلي كيف لما وصلك هذا الخبر كيف تشوف الردود الأفعال من حالك يعني حكيني كده شوية أجواء بالنسبة يعني أنا الحمد لله هي يعني يعني هم يعطوني مرتبة إن شاء الله بكون قدر الثقة إن شاء الله نمثل بلدنا أفضل تمثيل بالنسبة يعني للناس يعني باركولي وأنا وردي يعني المجال لفترة فإن شاء الله أني أكونها لقدر الثقة أكيد وصولك لهذا المكان ما كان طبعا سهل ولا في يوم وليلة فإيش التحديات اللي مريتي فيها في خلال هذه الرحلة الحد ما وصلتي لمدربة ملاكمة ومشاء الله يعني الحين يعني أنت قدوة لكثير من البنات في هذا المجال بالنسبة للتحديات اللي واجهتني يعني إذ كل أمان يعني كانت في البداية هذا النوع من الغياضات كان شوية حيننا عادل حانيت شوية بنقص المعلومة ونقص تدريب فيها بالبدايات يعني تقريبا هذا الكلام من هول عشر سنين اللي حانيت فيه بداية مني أعطي من الحلال نفسي وبرضي كمان يعني بسيت أنه إيش إحنا محنا يعني فيه سعلا نقص للمعلومة ونقص برضو كمان للتوجه كان فيها لكن الحمد لله هذا كله كان من الماضي والآن الحمد لله توجهنا وتوجه الاتحاد لنا ما شاء الله شيء بشتر بكل خير ونقص يعني فخورين طبعا بوجود أسماء متخصصة سعودية تمثل المملكة في كثير من المحافل عفوا والله نحن لا أريد أن نطول عليك لنقصد بك واصلة بالسلامة وصوتك شوي تعبان فنرجع نبارك لك ونقول لك شكرا لك وشكرا لوقتك يعني بصراحة الواحد يفخر بهذه الأسماء وإحنا كبرنامج سيدي دائما نسلط الضوء على كل الفتيات أو حتى الشباب الموهوبين والموهوبات واللي لهم اسم وبصمة طبعا ويمثلوا المملكة العربية السعودية أكيد هم مواجهة لنا في جميع بلاد العالم وحلو يعني إحنا نشوف بناتنا واصلين للعالمية واصلين يعني مثلا مدربة ملاكمة أو الكيك بوكسنج وهذا الشي تشوفين البنات نحن كثير متوجهين للرياضات الصعبة اللي زي ما يقولون أول كنا نحسبها بس الرجال يقدرون عليها فيعطيها ألف عافية والحمد لله على سلامة وصولها خلينا كما نروح لخبر ثاني وهذه بصراحة واحدة من أحلى الأخبار اللي دائما يعني نحاول أن نتابعها من فترة لفترة نتكلم عن هيئة الهيئة العامة للإحصاء نشرت بيان وضحت من خلاله انخفاض معدلة البطالة الإجمالية لسبكان المملكة إلى 3.3 طبعا في المئة في الربعة الثاني من عام 2024 طبعا هذا اندل يدل على كلمة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم ما كان يتكلم عن هذه النقطة تحديدا واللي كانت واحدة من أكبر التحديات اللي ممكن تمر فيها المملكة العربية السعودية وهو خفض نسبة البطالة نشوف انه في ما شاء الله استحداث للوظائف في وظائف حتى قيادية للمرأة حتى يعني وفق الأرقام لو أبو أقرأها وفق الأرقام نقول انه البطالة عند السعوديات تحديدا انخفض بنسبة 12.8% وهذا يعتبر يعني رقم كبير تتكلمي كمان عن دعم صندوق التنمية للموارد البشرية اللي قاعدة تقدمه حتى انها تساعد أكثر في خفض أو تساعد أكثر في خفض نسبة البطالة عندنا في السعودية تقريبا مقدمة مصروفات فوق 1.65% العربية انجليزية يا جماعة مليار ريال خلال الربع الأول برضو من هذا العام الكثير من الجهود نشوفها تقوم بها الممكة العربية السعودية حتى انها تسد هذه الثغرة واحدة من الأشياء المهمة لما نتكلم عن توفير الوظائف وفتح الاستثمار الخارجي هنا هذا معناها اننا نوظف من شبابنا وبناتنا في كثير من القطاعات ومؤسسات المختلفة وقاعدين نشوف أكثر القطاعات حتى المحلات والأماكن لازم يكون في توظيف وفي أماكن سعودية 100% فهذا الشيء يخدم الشباب في البرامج التي تدعم الشباب لحد ما يلقون وظيفة في برامج هم يشوفون وظائف مناسب للشباب وكمان البرنامج الذي قبل تكلمنا عنه الذي سيخدم كثير من الفئات الشبابية في ناس يتخرجون من الثانوية العامة لا يستطيع يتوظف لا عندها الخبرة الكافية ولا عندها المؤهل فهذا البرامج ستخدم ورؤية 2030 أكيد ستخدم المواطن السعودي نحن حققناها إن شاء الله يا رب بإذن الله حققناها حتى من قبل ما نوصل ل2030 طبعا فقراتنا مستمرة لكن نذهب فاصل وبعد الفاصل نكمل معكم في البداية قبل أن نبدأ هذه الفقرة أنا أريد أن أوجه السؤال لهدى هدى بما أن أنت متخصص بهذا الموضوع ولكي مواقف كثير خليتكلم عن طرقة البيانات هل مثلا أنت الناس لما تروح المطار أو تكوني مثلا في مول أو أماكن عامة وجوارك يحتاج لشحن تشحني في هذه الأماكن العامة أو لا؟ الصراحة أول كان الحين أبدا يعني صار يا أنه يعطوني هما باوربانك أنه أشحن أو أنه أبدا ما أعطي لأنه مجرد أنه هو يشبك لي عنده مثلا يكون مشبكة الكمبيوتر أو على أي شيء ممكن أنه تنقل البيانات فأنا أبدا لا بعد صرت أثق الصراحة الصراحة هي طرق الاحتيال كثيرة وتريجة معك أنا التحكيلي قبل شوي هدى ساحت الهواء أنه مسكينة أنا متخططة مسروجة يعني بسبب يعني في صحن بيانات أو حتى بطاقات البنك أو حتى يعني كنت أقول لرؤى رحت ماليزيا أول ما طلعت من الأوتيل لقيت سحوبات يعني فانسرقت كثير صراحة بسبب الأونلاين فالحين خلاص بطلت من أسرار خصوصا لما نشوف أنه في كثير تحذيرات من سرقة البيانات تحديدا عن طريق الشواحن اللي تكون موجودة في الأماكن العامة أو الـ USB رح نتعرف عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا في الستيديو مع الأستاذ تركي المحمود باحث ومدون تقني أهلا وسهلا بك أستاذ تركي نورتنا أهلا وسهلا بك مساك الله بالخير الله يحييكم مساك الله بالنور يعني نحتاج أحيانا أنه نشحن جوالاتنا في أماكن عامة لكن هل فعلا صحيح هذا الموضوع أنه ممكن أنه يتم سرقة بياناتنا عن طريق استخدام الشواحن المجانية الموجودة في الأماكن العامة أو عن طريق الـ USB بشكل أولي مدام إحنا متصلين أولا بالأنترنت فإحنا يعني معرضين للخطر هذا رقم يعني حتى كنا متصلين عن طريق الواي فاي الواي فاي شبكة الواي فاي لا تقل خطورة عن الكابل اللي قاعدين نتكلم عنه النقل البيانات خصوصا الشبكات المفتوحة في الأماكن العامة إحنا نقول أي شبكة مفتوحة في مكان عام بدون رقم سري خط أحمر أصلا هم يقولون الاكتراء أنه الشبكة غير موثوقة يعني هو يعلم لك الحقيقة صح صح وحتى لو كان عليها رقم سري وفضل لأنني أستخدم الشبكة الخاصة فيني الآن نجي القضية أني أنا أشبك كابل للشحن الشحن في الأماكن العامة هي واحدة من حالتين الحالة الأولى أنه الكابل يكون مباشرة في منفذ USB تمام الحالة الثانية أنه الكابل مشبك في قابس كهربائي المشبك في قابس الكهرباء ما عندنا في مشكلة عندنا مشكلة في منفذ USB اللي يعطي الطاقة 5 فولت هذا إحنا ما ندري وش اللي خلفه لأنه هذا مشبك في جهاز غالبا فقد يكون فيه برنامج يعني الضرر بالجهاز أو نقل البيانات وإعادة بيعها لمستفيدين أو نقل البيانات للإبتزاز أو نقل البيانات للاستفادة المالية مثل ما نشوف في أرقام البطاقات وغيره أو تهكير مثلا بعض التطبيقات طيب إيش التطبيقات أو البرامج اللي ممكن يتم سرقتها من أجهزتنا من خلال الشاحن أو USB طبعا الأجهزة قاعدة تتطور ودائما نقول إحنا حدثوا دائما أي تحديثات جديدة للجوال للتطبيقات حدثوا لأنها تسكر ثغرات أمنية في السابق كان ممكن ينقلون كل البيانات الآن في بيانات تكون مشفرة في الأجهزة فبالتالي حتى لو أخذوها يكون صعب التعامل معها لكن لا يزال هناك عامل خطورة إذن كل البيانات قابلة أن يتم أخذها والاستفادة منها أو الإضرار بصاحبها طب ممكن تشرح لنا أكثر كيف ممكن يتم سرقة بياناتنا البنكية عن طريق مثلا USB وغيرها كيف ممكن يتم اقتراقها والوصول لها في بعض التطبيقات على سبيل المثال مثلا نشوف في أجهزة أبل في محفظة خاصة أبل متعهدة أن البطاقات المحفوظة هي مشفرة المعلومات التي فيها وحتى لو تم أخذها ما رح يتم الاستفادة منها لكن على سبيل المثال في بعض الناس يحفظون في المذكرة في النوت الرقم السري الرقم الفيزا والرقم السري أساس ما ينسونا أرقام سرية للإيميل ممكن لو سحب البيانات وسحب معها المفكرة اللي فيها النوت هذه رح يستطيع يخترق أنه لو سحبوا من المفكرة رح يرقوها كلها خواطر وجع قلبه بس يتحسفون أجل أنه حاول يخترقونها طيب كيف ممكن أن المتسللين استغلال أنه عندنا بعض الجهل يعني زي هذه المعلومة احنا يعني أنا بالنسبة لي أول مرة أعرف أنه ممكن حتى يدخل على المذكرات كيف ممكن يستخدمون جهلنا في التكنولوجيا هنا ندخل في شيء اسمه الهندسة الاجتماعية وأنا أنصح جميع المتابعين اللي يلقى فرصة أنه يبحث فيها ويتعمر لأنه الآن ليس المجرد فقط الاحتيال أنه المحتال هو شخص يعني مجرم وحاطين عليه عصابة سودة وبينه مجرم لا لا قد يكون قريب قد يكون داخل بصفة صديق قد يكون نحن نشوف عندنا نناس يخترقون الواتساب ويدخل لك على شخص قريب لك ويطلب البطاقة على اساس يريد يشتري أشياء أو يطلب مال على سبيل المثال فهنا الهندسة الاجتماعية تدخل عن طريق العواطف وكسب الثقة وبعدين يتم الاحتيال إرسال رابط على سبيل المثال يعني في أحد الحالات كان في أمريكا جاء شخص الهاكر هذا نشوف عندنا في طاولات المطاعم البر كود للمينيوم أيوه صمم صفحة مزيفة للمينيوم بداخلها رابط اختراق وطبع بار كود وجاء لصق البر كود على مكان البر كود الأول بهالدرجة نعم فصارت هنا الإشكالي أيضا بالمقام الأول احنا ما نثق بسرعة رابط ما عارفه مصدرة ما نفتحها شخص أرسل لنا أي شيء ما نحن بحاجة أصلا لفتحها ما نفتحها مجرد الشك واحد بالمئة أنا أتأكد أتصل بالشخص أفهم إشي السالفة حتى لو كان صديقي مرسل لي رابط أنا أكتب له وشو إشي السالفة إشي سالفة الرابط مقضية النيال قد يكون هو حسابه مهكر صح صحيح يعني حتى زي ما ذكرت أنا شخصية مرت بصراحة بهذا الموقف أنه جات نرسالها على الواتساب من زميلة وكانت طالبة مني رقم الفيزا تحتاج تشتري أشياء وفيزتها معطلة وأنا بصراحة يعني في البداية عاطفت معها بس أول شيء سأترفعت السماعة فقط بكيرفول ترا أنا حسابي مخترق حق الواتساب يعني والأنا كان ممكن أن أسويها ببساطة أو أعطيها رقم الفيزا طيب في حال تم هذا الموضوع وتم سرقة البيانات أو تم اختراق هاتفي كيف أنا ممكن أعرف أنه يعني تم اختراق الهاتف أو أتسربت بعض البيانات في البداية ما رح نعرف بعد فترة رح نعرف لما تجينا عمليات صحابات مالية لما يصير عندنا الإيميل يتقفل لما حد التطبيقات يتم الدخول لها هنا نركز على جانب ثاني اللي هو الجانب الوقائي رقم واحد يجب تفعيل المصادقة الثنائية في كل تطبيق عندنا اللي هي 2FA اللي تعني أنه ما أستطيع الدخول حتى لو معي الباسورد إلا برسالة من الموقع هذا مهم جدا يجب أن يتفعل تغيير الباسورد كل ثلاثة شهور ويكون يحتوي على رموز وحروف بالإضافة إلى أننا نحدث أول بول وما ندقي المواقع نحن نحتاجين لها صحيح أو حتى بعض الأحيان نحمل أبليكيشن أو شيء ما نحتاجه ونخليه ونحن ما نعرف يعني عننا ولا شيء طب في حالة أنه تمت سرقة بياناتنا وتعرضنا لهذا الموقف في مكان عام كيف نتصرف؟ لو لاحظنا على سبيل المثال قد لا يكون سرقة بيانات قد يكون مرات إضرار بالجهاز يكون فيروس يتلف الجهاز ممكن نلاحظ بعد الشحن من هذا المكان في شبه عام المشترك ما بين هذه البرامج الضارة بشكل عام أنها تستنزف البطارية الجهاز نلقاه حار والبطارية قاعدة تستنزف جهاز يتغير علي بعد ما شحنته هنا أعرف أنه صارت عندي مشكلة أول شي يجب أن يكون عندي باك أب للمعلومات هذه سواء على كلاوت أو على جهاز كمبيوتر الأمر الثاني بشكل مباشر على طول ألغي البطاقات اللي عندي أطلع بطاقات ثانية بطاقات البنكية وأروح لحساباتي في السوشال ميديا وفي الإيميلات وغير أرقام السرية صحيح شغلة يعني مجهدة لكن يعني الوقاية خير من الإلاج أنا كنت موحدة أرقام السرية وبعدين لقيت أنه بتجيني رسائل على الجهاز أنه مثلا تم تسريب بعض الباسوردات اللي هي أردي تعمل فيها دخول تلقائي فاضطرت أني صراحة أغيرها وأخليها مختلفة وأنا ضايع بيناتهم يعني كل مرة أعمل إيش أنه إعادة كلمة المرور طيب في تطبيقات الحين بنشوفها إنه هي أصلا تمتكلي تغير الباسوردات صحيح هل هذه آمنة؟ أنا أفضل أنه الباسورد أنا اللي أخترع نشوف في جهاز أبل على سبيل المثال نظام الآيو اس وهو قاعد يعني يبتكر لي أرقام سرية هذه ما فيها مشكلة بأنوح على نقطة في أجهزة اسمها data blocker blocker اللي هي تصد عمليات تسريب البيانات قطعة صغيرة في حالة إني اضطريت إني أشبك في كابل غير معروف في مطار في مطام في أي مكان أركب القطعة هذه أول من المكان شراها اسمها data blocker وبعدين أشبك الشاحن هذه تمنع لأنه الكابل هذا يمرر حاجتين يمرر البيانات ويمرر الكهرباء في حالة إني أشبكت القطعة هذه ما رح يمر إلا الكهرباء البيانات ما رح تمر بالإضافة إلى أنه في الأجهزة الكثيرة بعد التحديثات أغلب الأجهزة بعد التحديثات الآن يعطيك يجب الموافقة على نقل البيانات لما نشبك الكابل في ناس ما ينتبه فأنا أقول لها لا تنقل البيانات فيشحن كهرباء فقط مجرد أني أقول موافق معنات أن الجهاز خلاص فتح الباب البيانات وبعض الأحيان أنا صراحة صرت من الناس اللي ما خلي جوالي مع أحد يعني بوريك شيء في جوالي بوريك شيء في جوالي وأنا بسكت لأنه ما تعرف ممكن أحد يكون يشتغل معك أو أحد يعني يعني يصدك حتى عيالك بعض الأحيان يأخذون بطاقاتك ويدخلون مواقع أو أشياء مش آمنة فتتعرض أنت للسرقة وعدك الساعة ما تقدر تحلها فأعطينا النصائح لكل الناس اللي يشوفونا كيف يزيدون من طرق الأمان أنه ما يتعرضون للاحتيال الإلكتروني نحن بالمقام الأول نقول مادام أنا مسكت تليفوني وشغلت الانترنت أنا الآن دخلت في عامل خطورة كل ما أقل الثقة كل ما تزيد عندي عامل الخطورة كيف أقل الثقة أدخل مواقع غير معروفة المواقع المؤمنة يكون في الرابط حرف S HTTP بعدين حرف S معناته مؤمن المعلومات مشفرة التطبيقات المعروفة غالباً مشفرة نتكلم مثلاً المراسلات في الواتساب مشفرة تطبيق ما هو ما أعرفه بشكل جيد ما أحمله موضوع مهم جداً 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 وخصوصاً لأصحاب الأندرويد لأنهم يستطيعون تحميل تطبيقات من غير المتجر الرسمي صحيح لا تحملون أي تطبيق من غير المتجر الرسمي مهما كانت المغريات مهما كانت المغريات لماذا؟ التطبيق المتجر الرسمي أول بول يكون على البرامج من ناحية السيكوريتي والأمان لما يكون أنا أحمل التطبيق من خارج المتجر الرسمي ممكن التطبيق يكون مزيف وهذا شيء موجود ويستولي على البيانات يستولي على المحادثات وندخل فيه مشاكل يعني كثيرة ويجب الهاتف أن يكون عليه باسورد قوي كذلك أنه ما نفتح ربغوط مهم جدا إلا شيء متأكد فعلا حتى بعض الأحيان تم استغلال المنصات الرسمية يعني واحدة مصديقاتي صار لها موقف بتتعلم السواقة ففتح لها موقع يعني حكومي رسمي ودخلت ومسكين أتوها مأخذ قرض بتشري بيت فمنزلين لها 170 ألف دخلت على الموقع ضغطت الرابط تخيل راحة 170 دخلت في حالة هستيرية فعلا يعني قعدت يمكن أسبوع هي مش طبيعية لأنه هذه يعني زي مقضى قرض وتشتري بيت العمر وفجأة تنسرق في دقيقة وكل ليش لأنها دخلت على رابط مش صحيح أنه تبقى تعلم السواقفي فبعدها خلاص يعني فلازم إحنا ما نعرض نفسنا زي ما ذكرت أنه حتى لو موقع رسمي أو موقع شي لازم نتأكد لازم نتأكد صحي عشان كذا والله ما عدنا تقف بشي لا روابط ولا إنترنت ولا أي شي الحياة فتحت من حولنا إلكترونيا ولكنها صارت تخوف أكثر يطيك ألف عافية شرفتنا ونورتنا شكرا لكم وهما جدا هذه المعلومات أنه نحن ناخدها بين الاعتبار بعد الفاصل في قول رأيك هل أنت شخصية تقبل النصيحة أو لا يا هلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد وفي فقرة قول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويك بي سأل الناس هل أنت شخصية تقبل النصيحة دعونا نسمع الإجابات ونرجع لكم حياكم الله من جديد قول رأيك قول رأيك هل أنت من الأشخاص الذين يقبل النصيحة أو لا دعونا بعضهم ترون اليوم أبرز الإجابات نعم أنا من الأشخاص الذين يسمع النصيحة كلام أكبر دريل أني سمعت نصيحة وأجز معكم في الأقل بالمجمل تحب أن تستقبل نصيحة في أي وقت أو إذا استشرت نعم لا أكيد بالأكس إذا قدم الشخص قدمك نصيحة فأني من الشخص هذا يحبك ويبي لك شيء كذلك إذا كانت نصيحة غلط عادي تقيم الوضع وتشوف الوضع وإذا كانت غلط تخليه إذا كانت بطريقة مو كويسة فأنا ما تقبلها بس إذا كانت بطريقة مقنعة بطريقة حلوة كذلك ممكن أن تقبلها لو كانت في فكرة في فكرة في بالك مؤكدة التي تبين تسويها وجاء واحد لخبط عليك تغيرين فكرتك أو لا؟ لا ما راح أغيرها سمولين أي كل الناس تقبل نصيحة لأن الإنسان ليس بكامل ممكن أن نصيحة تكملك في جزء معين موسيقى أكيد ما في أحد ما يقبل النصيحة ممكن أنها تفيدك تساعدك تسوي لك شيئ كثيرة من أي شخص ولا أشخاص محددين الدبينس على حسب هنا عطم أي على حسب شخص ما تعرفه ولا يعرفه جايين صح أبأخذها منها بس مو شرط أني بأنفذها وبأسويها تولبي يعني موجودة ناقضها بالحسبة صحيح أكيد أقبل النصيحة ليش لا؟ بالغالب من أي شخص؟ بصراحة لا يعني يختلف ما تقبل النصيح؟ لا أقبلها بس من أشخاص يعني من أشخاص معينة لأنه بأحيان لصراحة في أشخاص تبين لك الخير في أشخاص؟ هل في مرة جد يعني جدك نصيحة وحسنتين أنها لقافة؟ لقافة؟ يعني تطفل صارت معك؟ فتقريباً لا يعني ممكن نصيحة ينصحني لشي مو حلو ممكن أي نصيحة مو حلوة قجتك؟ أيوة نصيحة محلوة كيد قجتني أكيد والله نقبل النصيحة أكيد طيب إذا كنت معصي؟ لا تقريباً ما أقبلها نلجم الصمت أكيد أفضل نلجم الصمت شكراً أكيد أكيد خطي جيدة يعني الكثير من يقبل النصيحة لا أعرف أنت من الناس تقبل النصيحة أو يعني حسب كما يقولن أكيد لك شغل تنصحني يعني أنا حتى خطأي أحيانا أنا أبغى هذا الخطأ طبعا هو خطأ من خارجني خليه يعني ما راح أكون أنا إنسان ملائكي في الآخر عادي أني أمارس بعض الأخطاء في حياتي ما أشوف أنه هي بكدين لكن يعني حتى الإمام الشافعي قال في فترة من الفترات أو في مقولة قالها كان يقول يعني بتجي تنصحني لا تنصحني في جماعة لأنه النصيحة في جماعة هي فضيحة وليس نصيحة لكن بالمجمل أعتقد أنه أنا واصلة من القدر الكافي من الوعي أنه ما أبغى النصيحة لكن بعض الأشخاص اللي أشوف مثلا لهم خبرة كبيرة في الحياة أو لهم يعني حتى سيرة طيبة في هذه الدنيا أعرف في وقت ما يبغى ينصح يبينصح بمحبة والأسلوب كمان لي دور أكيد فبس بالمجمل أخي أقول 70% أنا ما أقبل النصيحة أكيد النصيحة إذا أنا طلبتها أقبلها يعني أو أنه نصيحة أمك أو أبوك أنا أقول لها أكثر ناس ممكن ينصحونك من قلب ويكونوا صادقين معك ونشوف يعني هي النصيحة مفضيحة زي ما ذكرتي أنه بعض الناس يجي قدام العالم لو أنت سويت كذا أو أنصحك تسوي كذا أو يقعد يعني ينظر عليك أو زي ما قلنا قبل أنه اللي بتنصحني فيه ممكن ما يناسبني ولا يناسب سلوك حياتي ولا أي شيء أنا قاعدة أعيشه فأنا مؤخرا صدق يعني صرت أقبل النصيحة لما أطلبها إذا ما طلبتها يعني مو بلازم أحد يعني كونس أنت لناس اللي ممكن أصلا تفتح الباب هذا أنك مثلا تبغي استشارة من أحد أو نصيحة من أحد شوف يعني قلت لك يا أروح لأمي يا أروح لمختصين في هذا المجال اللي أنا أبغى أو أحد زي ما قلتي أنه أنا فعلا أبلغ عنده الرأي وما يكون قريب مني ولا في محيطي أو أحد يكون يعني زي أمي أنه مرة قريب مني خلاص أقبلها لكن إحنا صرنا في مجتمع كل أحد يعني يبغي يشارك يعني كل أحد يبغي يعطيك النصيحة وفي ناس يعطونك النصيحة اللي تخدم مصالحهم منك أو يعني هذه الأشياء خلاص أنا معادة أتقبلها أحس وصلت لمرحلة أنه خلاص أنه أنا أعرف وش قاعدة أسوي والله أنا بالنسبة لي يهودا لا أحب أنصح ولا أحد ينصح أنا بزيك أنا ما أنصح أنا أحس أنه أنا ما يحق لي لا من قريب ولا من بعيد أني أقدم نصيحة يعني حتى لما أحد مثلا يجي يستشيرني في أمر معين ترى على فكرة أحيانا أتحفظ لأنه أحاول أقول الكلام اللي هو يبغي يسمعه أعرف هو إيش يبغي يسمعه أعطيه هو يصطفل لأنه في الآخر لما أنا أقول شيء أنا أحس بجزء من المسؤولية والمفروض أني أنا أملي على شخص أو أني أنصح شخص بس ممكن أقول أنا لو في مكانك أسوي كذا ولكن ليس بالضرورة أنه اللي أنا أسويه ممكن يناسب حياتك أو المشكلة اللي أنت فيها عشان بكرة يقولوا هو دي بانت مو ما يناسبك يعني فخلاص أنا زيك صرت يعني ألتزم الصمت في أكثر الحوارات لأنه خلاص يعني تتعبين أيو يعني تتعبين بعض الأحيان نفس الشيء تتلقي نفسك دخلتي في متاهات وأشياء فالتزام الصمت حكمة صراحة أيو عشان كده يصب تجينا نصايح من الكنترول يقول ووقف واطلع وفاصل خلاص نسمع الكلام نسمع الكلام طيب يلا مش هدين نطلع فاصل سريع وأكيد من بعد ومنكمل باقي فقرأتنا طبعا كثير نسمع قصص تمر علينا لأشخاص تركوا وظائفهم أو حتى مجالات تخصصاتهم الجامعية وتوجهوا لهواياتهم وأبدعوا فيها لدرجة الاحتراف فأبو أسألك في البداية يا هدى السؤال لك متوجه لك السؤال هل تختاري الوظيفة ولا الهواية أو تجمع ما بين الاثنين لا أنا صراحة أجمع ما بين الاثنين أحب أنه أكون موظفة وعندي التزاماتي اليومية والروتينية وكمان هوايتي يعني ممكن أحولها البزنس وتكون يعني شيء حلو حلو طيب إش هوايتك؟ شوفي أنا صدق هوايتي الطبخ مرة أحب أطبخ يعني تخيلين شكل ما يعطي بس أنا ممكن أسوي مفتح وأسوي الأكلات الشعبية كلها وأحب أسويها وأسوي يعني الأشياء الثانية يعني قبل شوية قاعدة أقول لرؤى أنه أنا لو أكل أكل في مطعم أروح أدور كيفية تسوى وأرجع أسويه بس أحط لمساتي عليه فعني عندي هذه الهواية وأحب يعني أنه أنا أطورها كثير خلاص إن شاء الله بإذن واحد أحد بنسوي لك وليه نسوي فقرة برنامج رمضان إن شاء الله بيكون برعاية كدة خلاص برنامج رمضان الطبخ عندي أنا مرة مرة أحب الطبخ الصدق إن شاء الله إن شاء الله حلو أنه يكون عندك هواية وتنمينها حتى لو كانت بسيطة يعني لحد أنه يقول والله وش بتسوي لي لا ممكن تسوي شيء صح إلا اتفق معك عموما إحنا ما رح نروح بعيد وحاخذكم لهذه القصة مشاهدينا لشاب ترك تخصصه في الهندسة واتبع مجال الشغفه في الطبخ والفنون القتالية كيف جمع مباناتهم ما أعرف حتى نعرف التفاصيل أكثر قلينا نرحب بضيفنا في الاستيديو محمد عناني شف ولاعب فنون قتالية أهلا وسهلا فيك وحياك الله نورتنا أهلا وسهلا وحياك الله وشرفتنا ونورتنا وصراحة يعني مبهر يعني مهندس شاف لاعب فنون قتالية فكيف جمعت بين هذا كله يعني والله شوفي بدايتي طبعا كانت في الهندسة لكن الواحد بعدين يفكر ويكتشف أنه إذا حتسوي شي طول حياتك لازم يكون شيء أنت مقتنع فيه ومبسوط أنك تسويه يعني كل يوم أنا الهندسة ما عمري ما حبيتها ولا حبيتها أنت ماجستير هندسة ماجستير هندسة طيب روش وصل لك الماجستير واحد ونت لا تخبضها يعني لا بس هي كانت زي ما تقولي لو تفكري فيها 2005 أنا بدأت ما كان في أي تقدير للطبخ ولا للشيفس ولا وما كان شي في بالي كنت أطبخ من وأنا صغير بس مسألة أني أصير شيف جات في أمريكا تقدر تقولي طيب يلا قديني اليوم الأول كيف اكتشفت شغفك للطبخ والله شوفي هي البداية كانت مع أمي أي يعني أساسيات الطبخ كلها تعلمتها مع أمي من وأنا صغير كنت أرجع من مدرسة أجل أسمعها في المطبخ أتفرج عليها ولما رحت أمريكا برضو كنت أطبخ دائما أجمع الناس عندي وأطبخ لهم فبدأت كشغف من وأنا صغير أيش أكتر أكلة كنت أطلبوها منك في الغربة؟ بركي محمد مش عيني اليوم كل شيء كنا نشتاق له في السعودية كبسة كل شيء كل شيء كبسة شاورمة حالة سليق سليق أي شيء يعني هي بدأت كمان زي كذا أنه كنا طلعنا من البلد وكنا نشتاق الأكلات التي تربينا عليها فبدأت إنه نحاول نطبقها بالتفصيل سواء أكلات مطاعم أو أكلات بيت طيب كونك عملت في أمريكا كطاهي سوشي رئيسي في مطعم عالمي إيش أضاف لك هذا الشيء؟ يعني شيء مش سهل هذا موضوع مرة طول طبعا لكن أكثر من إنه أضاف لي خلينا نقول وصفات أو طريقة طبخ كيف الشاف يشتغل 12-14 ساعة بلا توقف صحيح إنما أقول لك 12 ساعة يعني 12 ساعة يمكن نصف ساعة بس بريك حق غدا وكمية السترس اللي فيه وكمية الشيء مطبيعي خاصة لما يكون مطعم هاي أند يعني السرعة الحرارة الأشياء هذه بالضبط فتدخلي تطلع بني آدم ثاني ممتاز طيب بني آدم كويس؟ كويس ممتاز ممتاز يصير أكثر صحيح يعني اللي بتقرب مع موضوع سوشي بس بالعادة دائما نسمع أنه مهما كان فيه شيفس رهيبين ما حد يتقن السوشي إلا اليابانيين والله شوفي كتكنيك كساينس حق السوشي ممكن أتفق معاك بس كنكهات لا يعني ممكن أفضل شيف ياباني يسوي سوشي لمثلا شخص عربي ما يعجبه تمام لأنه مو متعود على التست على النكهة بس مثلا في أمريكا فيه شيفس حقين سوشي بس أمريكان لأنهم أخذوا السوشي وحطوا فيه لمساتهم من ناحية الفليفرز من ناحية بس كتكنيك معروفة اليابانيين هم يعني تقريبا أكثر ناسي تقنونة أعط الخبز خبازة زي ما يقولون طيب أنت عرض عليك أنه يعني فرصة في ثري ستارز مشلين أنه تشتغل أو تساعد في مطعم أو كيف كانت تجربة وهل أنت كنت شف بتضيف لهم إضافة أو بتكون تعمل معهم بدأت تدرجات يعني بدأت من لوس أنجلس لساكرمينتو لسان فرانسيسكو ما شهر الله ما شهر الله بعدين زي ما تقولي أنا رحت وقلت له بأشتغل عندك طبعا سحب فيني وليش وليش طبعا ما شهر فيك المشلين ستار يعني كمية إتقان وكمية تفاني في الشغل تقدر تقولي عنهم دكاترا من ناحية الحركة محسوبة يعني لما أنا شيء شيء وحطه هنا ولا هذي محسوبة أشوفهم يعني عرفت اللي بالقاط بغض النظر حتى لو الشخص ما يبغي يسوي نفس الستايل هذا لكن الصفات اللي حياخدها من المكان ده حتفضل معاه في أي شيء يسوي تضيف له في السي بي وحدة من المطاعم اللي يعني حضرك اشتغلت فيها كشف رئيسي حصلت على مرتبة 27 أول مطاعم حصل على مرتبة 27 كأفضل مطاعم عالميا وش اللي سويت حتتتحققوا هذا الإنجاز هذا مطاعم اسمه سيزون في سان فرانسيسكو طبعا انا اي جوندم 2015 وبعدين صرت سو شف في تقريبا ستة شهور بعد ما التحق فيها خلت ستة شهور ما شاله ستة شهور الحمد لله طبعا هي في منظمة تقيم أفضل 50 مطعم في العالم فكنا 2015 57 و2016 حصلنا على 27 في العالم طبعا تعتمد على أشياء كثيرة جدا من ناحية التقديم من ناحية المكونات الشيف مثلا يروح يجيبها ما هي موجودة عند سبلايرز ممكن يطلع البحر يجيب مكونات في مرة كان عندنا طبق دب 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 حقيقي فجاب دب وقدمناه في الامو كامل طبعا يعني بس ضبطناه كذا وقدمناه كجزء من التايستينج منيو اللي كان موجود والله صعبة للشغلة يعني مج سهلة لا لا معقدة جدا يعني معقدة صدق يعني احنا نستسهلة ما تشوفني وانا اذا طلعت خلطة بالتك توك ولا وصة وش سوي يدروح ادور المكونات واضيف لها اشياء بناندي طيب يعني المطاعم العالمية والمطاعم المحلية عندنا وش الفرق بينهم او ش اللي يميزنا عنهم ويميزهم كمان عننا محلية ولا عالمية موجودة عندنا لا العالمية والمحلية المحلية تعتمد على البساطة يعني زي ام بتطبخ في البيت نكهة لذيذة ترى الاكل اللذيذ ملازم واحد يكون فنان ولا اشتغل فيه نفس دي من بنوع بالضبط فهذا يميز المطبخ الشعبية والمحلي انه يكون بسيط ومتقن طبعا حسب الشخص اللي قاعد يطبخ المطاعم العالمية دائما يكون فيها تطور بحاول اسوي اضافات جديدة دخل تكنيكس جديدة في الاطباق اللي بقدمها فاتوقع هذا المين ديفرنسي يعني تقريبا انت بدأت الفين وخمسة صحيح؟ الفين وخمسة هندسة هندسة طيب مينة بدأت موضوع الطب والمطاعف والأسشف؟ الفين وحداش الفين وحداش الفين وطمانطعش محمد قرر يرجع على السعودية واش كان في بالك واش الخطة كانت في بالك اللي كنت راسمها وانسترجع على السعودية؟ والله اكون صريح معاك انا كنت ما حرجع ابدا يعني هذي كانت الفكرة اني ما حرجع طيب لكن لما شفت التغيرات اللي قاعدة تصير والاهتمام خاصة في مجال المطاعم وزارة الثقافة مهتمم هذا الموضوع وزارة الثقافة اشتغلت معهم كثير هاي عدفونون الطهي يس فهذا الشي اللي رجعني فيجين 23 تقدر تقولي طيب ما حاولت تشارك في هذي المسابقات الطابق او البرامج او شارك حكم مثلا في توب شيف عندي برنامج على شاهد من ديرة لديرة يوزر ثاني طيب يعني طيب برنبسك سؤال كذا خارج يعني عن خبراتك المطاعم اللي نقول مثلا مشانستار او عالمية الاطباق هذه اللي تكون كثير صغيرة اللي فيها قطعة واحدة اللي يعني احنا اذا جاي نقول هذا هو الطباق يعني هذا المطبخ الفرنسي اللي يدوبك دواك يعني هذه اللي قطعة او فوم او يعني ايش تضيف للمنيو سؤال جميل يعني ما نقول مشانستار او كذا لانه انا قاهرني برو لا سؤال جميل جدا وناس كثير ما يجاوبوا عليه صح شوفي انا لما اقدم لك شي صغير طبعا هو ما حتطلبي انت ما في مطعم يقدم شي قد كذا تطلبيه بالطباق هو تيستينج منيو عبارة عن عشرة اتناعشر طباق حسب لازم انا لما ااكل اللقمة الوحدة هادي احس بانفجار في فمي واحس انه او ماي جا ايش الشي اللي اكلته ده اغلب النايس الشيفس ما يسووا ذا الشي صح ترى اسهل شي ان اقدم الطباق بشكل خرافي كشكل لكن اصعب شي ان اجيب البالنس حق الفليفرز والنكهات بحيث اني ابهر الشخص اول ما يحط اللقمة في فمه صح فاذا ما كان هذا هو الهدف او هذا هو الشي اللي انت اخذتي منه فعبارة عن زي ما تقوليند بس انت لو وكلتي شي يعني من الاذ لاشي اللي تكتيه في حياتك ما حتقول لي ليش طيب يعني اجربت انه كان في اشياء لذيذة صديق بس انا يعني كانت فكرتي اني دايما افكر اقول طيب ليش وقطع واحدة صغيرة مرة يعني انت لما تطلبت حس انه شافة يجي يكون لذيذ بس انه ما كان عندي جواب يعني حلو ان انت جوابت وممكن يكون مثلا النكهاد قوية ولو حطلك بورشن كبيرة حيكون حيذفتك ايه صاح صاح صادق ايه خليني اخذك لمكان ثاني ببرا الفنون القتالية ايه طيب خليش ولي تكلم عن الفنون القتالية يعني ما شاء الله لك محتاج ايش نوع على الفنون اللي تلعبها مويتاي ملاكمة الاندية مم كيف بدأت؟ والله جوفي هذا من هنا صغير ايه كنت دائما تابع فلام جاكت شان وجيت لي ايه ويطيروا في الهواء ايه ايه وكلها كده لكن كنت مبهر بالفنون القتالية من وانا صغير وكنت اتمرن بس قطعت فترة لما روحت امريكا وكده وبدأت اتمرن في امريكا ولما رجعت خلينا نقول من اربع سنوات ركزت تركيز كامل او يعني جزء من حياتي وهابته للشي هذا بحاول اشارك في بطولات وزي ما تقولي احقق شي كان دائما نفسي اسوي ان شاء الله تكون واجهة للسعودية يوم الايام في هذه البطولات وفي المحافل اللي تكون خارج السعودية وكمان تأهلت انت لدورة الالعاب السعودية لهذا العام وش استعداداتك لهذه المباراة والله ديو بيراجع من تمرين انا فالحمد الله عندنا فايت بعد ثلاث ايام وان شاء الله خير إن شاء الله بإذن لما نتكلم عن المويتاي تحديدا ايش اللي يميز هذه الرياضة عندونها من الفنو القتالية الثانية المويتاي تعتبر اعنف رياضة قتالية لانه مثلا البوكسنج هي عبارة عن بوكسنج المويتاي فيها البوز فيها نيز فيها كيكس يسموها يعني ثمانية اطراف اللي هي البوز والنيز فرياضة عنيفة جدا بس ممتعة فلازم الشخص يكون من جد حابة عشان يقدر ومركز فيها اكيد يعني فايش رسالتك اللي توجهها الاشخاص اللي عندهم تخصصات معينة ولكن عندهم شغف في اشياء ثانية ومجالات متعددة يعني زينك انشاء الله نصيحة نصيحة مهما كان الموضوع صعب انتقالي عمرك لا تسوي شيء وعمرك لا تسوي شيء ما انت مقتنع فيه لانه بعد اوكي ممكن سمعت كلام اهلك وسمعت كلام اهلك عشان هما يبقوا تتوظف في الشيء فراني بعد عشر عشرين سنة حتلاقي نفسك في مكان كاره نفسك ومكتئب فابدا من الآن غير صح الموضوع صعب لكن استاهل اللونغ تيرم يمكن يحتاج لشوية نضج وعمر يعني انه معين طب قلنا الحقيقة تطبخ لهالك في البيت ولا شايف نفسك عليهم علشان العالمية والاجياء بس داما نجمع صحابي ونسوي جماعات حلو خطر على بالي اسأل هدى يعني تناوي ان شاء الله بإذن الله يكون عندك مثلا مطعم رسمي هنا بالرياض كان عندي مطعم انا في الرياض يعني اعزلنا دعوات الله يعافيك الله يوفقك حنحكم احنا انا مرة احب الاكل اللذيذ بالتوفيق ان شاء الله وحياك الله ان شاء الله تكون بداية لك في جميع الهوايات اللي انت تحبها بإذن الله شكرا شكرا ونرجع لكم ونكمل باقي مواضيعنا بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة احتفلت الجمعية مساء أمس باليوم الوطني السعودي الـ 94 وصلت الضوء على المساهمات الفعالة في دعم خدمات الجمعية وبرامجها المتخصصة في مجال التربية الخاصة نستعرض التقرير التالي مع زميلتنا عهود انفيعي نحن نعيش في دولة اليوم اللي ما يشتغل ولا ينجح فيها ولا إن شاء الله يتوفق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ما رح ينجح في مكان ثاني ثالث شيء أنه النية إن شاء الله طيبة في كل المؤسسات نتكلم اليوم مع مؤسسة بن سلطان مابعز الخيرية وخي سمون امير مشعل موجود معنى بن سلطان الله ينزل الخير وشركات جاهز وكل الشركات تدعم وكل مؤسسة تشتغل ولكن اليوم الجمعية انتشرت في المملكة الجمعية اليوم على فكرة هي أكبر جمعية على مستوى العالم للأطفال ذوي الإعاقة وخدماتنا نتحدى أنها من أميز الخدمات على مستوى العالم ولا يصير في المملكة إلا أميز شيء ما في أحد المملكة ينجح إلا يكون عندنا أميز شيء الحمد لله وتقدم خدمات راقية ومكلفة ولكن بدون مقابل والله يفتح أبواب خير الحمد لله تعتز وتفتخر المجموعة الجاهز بتوجدها في هذه الجمعية المباركة إن شاء الله جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بل ذوي المعنوية العالية الحقيقة اللي وصلتنا جميعا وأود أن أشكر أخي الأكبر والداعم صاحب السمو الملك الأميز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ونعتز فعلا بكل منسوبين مجموعة جاهز المهتمين والمتابعين لمثل هذه الشراكة إن شاء الله الناجحة وبحول الله تعالى نسمع كل خير عن أنشطة الجمعية في المستقبل ونحن حاضرين لدعمها إن شاء الله في أي وقت بالنسبة للتطوع في الجمعية الحقيقة الجمعية ما شاء الله تبارك الله مكتملة الخدمات لذوي الإعاقة وتحتوي على جميع الخدمات التي تمكنهم من التعايش مع حياتهم اليومية بشكل طبيعي الحقيقة تعتبر بيئة جدا رائعة وتوازي البيئة في أرقى الأماكن في دول العالم صراحة قدمت تشهيل كثير لأطفال ذوي الإعاقة وابني أحد المستخدين يعني في المجال الإعلاج الطبيعي والإعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب والحمد لله كان له أثر كبير وتطور في حالته الصحية وبفضل الله تم من فضل المختصين والأخصائيين الموجودين في الجمعية فجمعية الأطفال المعاقين صراحة كانت الأم الحاضنة لأطفال ذوي الإعاقة يعني من ناحة تعهيلهم وتعليمهم فجزاهم الله كل خير هذا المكان بيت في النسبة لي بيتي الثاني يعني من زمان حتى ونقول الأهلي إن هذا بيتي الثاني أبيجي جمعيتي أبيجي جمعيتي دخلت الجمعية يوم كان عمري ستة سنين والحمد لله كملت معها إلى ثلاثة عشر سنة وأحس إن الجمعية قطعة مرة كبيرة من شخصيتي ساعدتني أبني شخصيتي بطريقة الحمد لله يا رب والحين أصبحت سفيرة في الجمعية قضيت نفسي اليوم خصوصا عشان أجي هنا وماشاء الله جدا جدا المكان رائع وباين فيه الرعاية والاهتمام وأشوف الأخوان والأخوات والأطفال اللي موجودين هنا يعني باين عليهم إنهم فعلا نحاسين إنه هذا بيتهم وقاعدين في بيتهم بين أهلهم ومناسهم يعني صراحة هذه المبادرات نحتاجها أكيد رؤى يعني فرحة الأطفال صحيح يعني طبعا هذه الجمعية جمعية الأمير سلطان بن سلمان من أكبر الجمعيات بفروعها وينما كان السوء كان بالرياض بالمدينة بجدة إلخ 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 يعني فعلا عندهم كثير من الإمكانيات اللي تساعد إنه الأطفال من ذوي الإعاقة إنهم أكثر يكونوا اندماج تقوي مثلا من قدراتهم العقلية والبدنية والصحية يستقبلوا كل الأعمار طبعا بيحاولوا قد ما يقدروا إنه يشوفوا وين نقاط الضعف حتى إنهم يقووها في هذه الشخصيات بالإضافة إلى ذلك يعني زي ما قلت هذا النوع من الإحتفالات مشاركتهم بحب الوطن في هذا اليوم نحن نتكلم عن العيد الوطني أو اليوم الوطني الرابع والتسعين بهذه الأجواء الأكثر من رائع بمشاركة كمان الأهالي وغيرها إلا ما تكون فيه أجواء من الفرح أكيد طبعا وإحنا مشاهدين أن فقراتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا وفيه متلازمة كنت أقرأ عنها اسمها سبرغر واللي تعتبر نوع من أنواع التوحد ولكن يتميز الأشخاص اللي يعانون منها بأن عندهم ذكاء عالي بس يفتقدون المهارات الاجتماعية وكمان عندهم هوس موضوع معين ويحبون يتعمقون فيه بشكل مبالغ وينجحون أكيد بالعادة وطبعا رح نتعرف أكثر على هذه المتلازمة رح بمعانا بمها العمار أخصائية تربية خاصة يا أهلا وسهلا فيك تفضلي معنا أهلا وسهلا شرفتين ونورتين أحيكم الله جميعا بتكم العافية شكرا على استضافة أهلا أزائر مشاهدين أهلا وسهلا فيك طبعا التوحد أو أطفال التوحد عالم كبير يعني من الأشياء اللي أنا سويتها في حياتي أني أنا تطوعت في مركز للتوحد أول ما تخرج من الجامعة فشفت أنه هذا العالم يعني جميل جدا ولكن نتعرف عليه يمكن من المتلازمة أسبرغر واللي هي لها علاقة بالتوحد ولكن توحد غير المتعرف عليه اللي احنا نعرفه ولا لا نعم لأنها تعتبر هي تحمل سمات طفيفة جدا من سمات التوحد لذلك على أساس أنهم هم يعطونها وصمة السمات التوحد سموها أسبرغر يعني نسبة إلى العالم اللي هو اكتشف السمات هذه في عام 1944 تقريباً أربعة واربعين لهوهانز أسبرغر اسم العالم هذا أو المتخصص سخصائي النفسي ومن هذك العام أطلق عليها أسبرغر طبعاً هي افتراف في مهارات التواصل بشكل عام يرتكز الافتراف مو على اللغة أو على نطق الكلام يرتكز على مهارات التواصل واللي أنا صراحة بعدما أنا خطأت كثير حالات أسبرغر سواء كانوا بنات أو أولاد وجدت أن في حتة الأسبرغر فيه درجة شديدة وفيه متوسطة وفيه بسيطة هذا ليس بونا طيف التوحد أو شيء مختلف؟ لا مو طيف التوحد طيف التوحد يجي معه فقدان عالي للكلام ويكون عنده الروتين والنظام مرة عالي لكن الأسبرغر إذا كان هو من النوع البسيط ممكن أنه يتعايش بالمستوى الأدنى مع المجتمع بالمستوى الأدنى لكن في حالات أسبرغر من مستوى عالي وتنتشر عند الرجال أكثر منها عند النساء يكون يقدر أنه يتزوج لكنه تكون فيه سمات عالية لكن يتسم صاحب الأسبرغر بأنه ذو أداء عالي في واحد من مجالات الذكاءات هو نوع من أنواع التوحد؟ لا ما له علاقة بالتوحد أبداً بس ليه كثير في ناس تخلط ما بين أسبرغر وأيضاً التوحد؟ على الأساس أنه يحمل بعض السمات الخفيفة اللي هو عدم الاندماج مع المجتمع هو عنده ضعف في مهارات النصج الاجتماعي وبالتالي طبعاً هو ممكن أنه يسافر مع أهلة ممكن أنه يتنقل مع أهلة لكن يكون في حدود معينة طب يقدر يعيش بشكل مفصل ومستقل أو لا؟ ممكن يعيش في شكل مستقل إذا كانت السمات بسيطة لكن إذا كانت السمات من توسط إلى شديدة يكون صعب فالسمات البسيطة يقدر أنه يتزوج ويخلف سواء كانت بنت أو ولد لكن بالنسبة للبنت يعني يسهل التعايش معها إذا كانت تحمل السمات لكن بالنسبة للذكر يسعب التعايش معه لأنه أريد أصلاً هو مهارات التواصل عند الرجل هي ضعيفة جداً مقارنة بقدرات المرأة لأنها تفوقها بثلاثة أو أربعة أو خمس مرات في مهارات التواصل فلما نجي الأشعة المخت لقين قدرات المهارات اللغوية والتواصلية في الدماغ عالية جداً عند مرأة مقارنة بالرجل وبالتالي لما سمات الأسبيرغ تضرب المهارات الاجتماعية واللغة يتأثر فيها الذكور بشكل شديد مقارنة بالنساء لكن النساء تكون موجودة بنفس النسبة يعني دائماً يقولون أنه متعرف عليه لماذا الذكور يتظهر عليهم سمات التوحد أعلى من النساء بنسبة أربعة ذكور وحده نساء لكن اللي أنا بعد ما أنا شفت أنا كثير اشتغلت معاه ومع تدريب الأمهات والأباء في هذا المجال فوجدت أن حتى النساء يحملنا نفس السمات لكن لارتفاع مستوى التواصل واللغة لا تكون هي ظاهرة عليها السمات للحد ما يجيء متخصص في مهارات التواصل لدى النساء فهنا يظهر النقص الموجود طيب ليش عرفوها بمتلازمة العباقرة والمشاهير؟ إيش يميز هذه المتلازمة؟ لأنها تكون عبقرية في مجال واحد يعني تلاقينا عبقرية في مجال الموسيقى لكن في المجالات الذكاءات الثانية يكونون خفض وهو طبعاً الإسبيرغر عنده نقص تركيز وانتباه مع المجتمع والمحيط ولما هو يركز على شيء معين يبدع فيه فتخيلوا أن القدراته في الذكاءات الثانية تكونون خفضة مقارنة بمجال مثلاً مجال الرقم أو الرياضيات يكون عنده الارتفاع عالي جداً ومن هنا يطلعون العلماء زي نيوتن، آنشتاين أرون ماسك أرون ماسك كمان من الشخصيات أرون ماسك، كلهم عندهم أسبرغر لكن عندما تقيمهم في مجال النصج الاجتماعي في مجال العلاقات بناء العقاة تلاقينا منخفض جداً له لأن سبحان الله قدراته تركزت في مجال واحد ما توزعت المستوى الذكاء، ما توزعت في عدة مجالات تركز على مجال واحد وبالتالي ارتفع في هذا المجال فهم يقولوا أنه هم العامة والدارسين وبعض الأخصائيين اللي يسمونهم أنهم عباقرة نعم عباقرة لك في مجال واحد طيب هل المشاهير اللي سمعنا عنهم أو مثلاً تطلع حالات أنه هذا عند التوحد ولكن نجح في الجامعة وطلع من الأوائل أو يعني في حالات كثيرة يمكن عالمية يكونون يحملون هذه المتلازمة ولكن مش متوحدين لا مو متوحدين لكن تلاقينا أنه يخلص السنوي والجامعة والماجستير والدكتورة بدرجة الشرف ويكون سهولة لكن تعليلة بالمهارات الاجتماعية منخفض الأداء تعليلة في البناء العلاقات منخفضة تعليلة في مجالات مثلاً الرسم والجغرافية والمجالات الثانية طبعاً هنا يجي طبعاً دور الأهل إنهم كيف ينتبهوا لأطفالهم منهم صغار حتى إنهم لو كانوا مصابين بأسبرغر أو حتى بنوع من أنواع الطفل التوحد وغيرها يقدروا إنهم يخلوهم أكثر اندماج أو ينموا قدراتهم اللي الله عطاهم إياها أنا أشكر تواجدك اليوم معنا وردينة أستاذة ما نعم في كل مرة هم يكون التدخل مبكر موجود ويكون في عنا توعية عالية في أن السمات لازم أن نعرفها منذ الولادة يكون لابد أن نحن كخصائيين نوعي المشترك أكيد يعطيكم ألف عافية وشكراً لكم شكراً لتواجدكم معنا شكراً لكم شكراً لكم جميعاً إذن مشاهدين للأسف وصلنا لختم حلقتنا اليوم أجمل التحايا من فريق برنامج سيدتي وانتظرونا بكرة في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة